فريق الأول لكورة السلة بنيدي الزمالك بقيادة كابتن أحمد مرأيب بيتدرب دلوقتي في المعسكر المغلق اللي بيقام في الأسكندرية وده استعداداً للموسم الجديد الفريق هيلعب بكرة إن شاء الله الساعة خمسة ونوص مع سفورتينج فالودية التانية ليه في المعسكر الفريق كان لها بنبارح مع سموحة وفاز بنتيجة 75-63 وده ضمن المرحلة التانية من فترة الإعداد احنا عارفين إن الفريق كان عمل معسكر خارجي طبعاً في الإمارات شارك في بطولة الوحدة الدولية واللي فاز بلقبها ده غير طبعاً المشاركة في بطولة الجيزة وكل الوديات وبطولة الجيزة ومعسكر الإمارات ومعسكر اسكندرية دلوقتي كل الحاجات اللي بتحصل دي أنا شايفها مهمة جداً جداً وأحسن يعني استعداد ممكن للدوري بالتأكيد خلال المرحلة المقبلة ومش دوري بس كل البطولات والموسم الجديد أما عن الفريق الأول لسيدات السلب قيادة كابتر عمر عشور بيستعد لدورة المجمعة لبطولة الجيزة وده بعد التأهل كأول المجموعة الدورة المجمعة طبعاً اتأجلت علشان المجموعة الأولى لسه ما تحددتش الأول والتاني اللي هيسعده وعملوا دورة سلسية علشان يحسموا الفريقين اللي هيتأهلوا الموعد الجديد طبعاً للدورة المجمعة اللي هيشارك فيها الزمالك كأول المجموعة هتتلاقي بأيام 5 و 6 و 7 أكتوبر اللي جاي زي ما حضراتكم شايفين معنا على الشاشة كل التوفيق طبعاً لبناتنا ويقدروا أنهم يفوزوا بالبطولة اللي هتكون حافز ليهم يعني في بداية الموسم منه استعداد للموسم الجديد ومنه حافز بإذن الله أنهم يقدروا يفوزوا بكل البطولات اللي هيشاركوا فيها ويكونوا بيحتكوا بشكل كبير جداً مش بس بيعتمدوا على التمارين والمتشاط الودية والمعسكرات والكلام ده لأ برضو المتشاط الرسمية حتى لو مش أقوى حاجة في الدنيا ولكن مهمة جداً وبتقهلك بشكل كبير جداً للموسم الجديد